للحديث أكثر والنقاش يندم إلينا من القاهرة دكتور حامد فارس أستاذ العلاقات الدولية أهلا بك دكتور حامد على شاشة الغد أكسيوس تتحدث عبر مصادر مطلعة أن حديث نتنياهو وبايدن ساعد في تنقية الأجواء بينهما إلى حد ما سينعكس هذا ربما على المواقف الأمريكية الأخيرة وجهودها في الضغط على الجانب الإسرائيلي لتوصل الاتفاق أهلا بحضرتك يا أستاذ قوسر وأهلا بالسادة مشاهدي الغد الإخبارية طبعا يعني دائيني أؤكد لك أن هذه المكالمة لا تصب بأي حال من الأحوال في مصلحة نتنياهو بل على العكس بل تصب في مصلحة الإدارة الأمريكية ولمصلحة القضية الفلسطينية باعتبار أن المواقف الأمريكية التي أظهرها الرئيس بايدن والإدارة الأمريكية تؤكد على أن هناك اعتدار رئيسيا على نتنياهو للحرب بمجملها في قطاع غزة وبأنه في الفترة الأخيرة بدأت تظهر على السطح هذه الخلافات بشكل كبير في ظل أن نتنياهو ما زال يقدم أنه لابد من اقتياح رفع لابد من القيام بعملية برية على الرغم من التحذيرات الأمريكية وتحذيرات المجتمع الدولي من أنها مثل هكذا عملية ستؤدي إلى خسائر كبيرة لإسرائيل باعتبار أنه بحسابات الربح والخسارة أرى أن إسرائيل إذا أقدمت على هذا الاجتياح وفي ظل الرفض الأمريكي ستخسر الداعم الأول لها في العالم وليس الداعم الأول ولكن الداعم الأول والأخير لأن كل دول العالم الآن أصبحت ضد سياسات نتنياهو وضد عملية برية في مدينة رفع تحديدا باعتبار أننا شاهدنا القمة المصرية الأوروبية بمشاركة رئيس المفاوضية الأوروبية والكثير ستة قادة أوروبيين أكدوا على رفضهم أيضا لهذه العملية وأيضا رفضهم على سياسة نتنياهو الواضحة من أنه يستخدم سلاح التجويع في تنفيذ مخططاته لتهجير الفلسطينيين وبالتالي حتى وإن كانت هذه المكالمة قد صفت بعض الأجواء بين بايدن ونتنياهو ولكن في صالح اتخاذ قرار أمريكي واضح بعدم إقدام نتنياهو على عملية برية في رفع إلا إذا كانت هناك ضمانات لكي في أي حال إلى سقوط الكثير من القضاء بالكنيسة الإسرائيلي صرحها بأنه لن يستجيب لهذا المطلب الأمريكي أتفق مع حضرتك لأن نتنياهو في كل الأحوال هو الخاسر يعني نتنياهو إذا استمرت المعرقة العسكرية فهو سيخسر ومعه دولة الاحتلال الإسرائيلي التي يوما بعد يوم تدخل في عزلة دولية كبيرة ولكن في النحية الأخرى إذا لم يقدم على هذه العملية سيخسر نتنياهو فقط وسيخرج من هذه الحكومة ويتجه إلى المحاكمة وبالتالي أرى أن نتنياهو يسعى إلى إطالة أمد المعرقة لتحقيق مصالحه الشخصية حتى وإن كانت هذه المصالح ليس على حساب مصلحة إسرائيل أو حسابات نتنياهو فقط ولكن حتى على حساب الإدارة الأمريكية باعتبار أن الرئيس بايدن أصبح هو ونتنياهو في سلة واحدة وبأن الخسائر أصبحت مزدوجة سواء لأمريكا أو لإسرائيل وخاصة أن الإدارة الديمقراطية الحالية تعاني من أزمات داخلية كثيرة تعاني من ضغوط حقيقية عليها لأول مرة نرى حالة كبيرة من الزخم الشعبي والإعتراض الكبير من قبل الشعب الأمريكي ضد إدارة بايدن وبالتالي أرى أنه لأول مرة حتى لنرى إزدواجية معايير في التصريحات من دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية كان دائما البيت الأبياد أو جون كيربي يطلع بتصريحات معينة وبعدها تخرج تصريحات ضدها من الرئيس بايدن الآن نرى أن تصريحات جيك سوليفان مستشار الأمن القومي تتطفق مع تصريحات كبيرة أو تكون مؤشرا لترجمتها على أفعال ليس فقط تصريحات لأن هناك مفاوضات جارية لحد الساعة لا تقدم بها وحتى أن الحديث عن أن حماس لم تتلقى أصلا بعد الرد الإسرائيلي أتطفق مع حضرتك جدا في هذا الطرح وأنا أسير معه في نفس الطريق ولكن في نفس الوقت أنا أتحدث عن بداية وجود إرادة سياسية للإدارة الأمريكية مجتمعة لضرورة وقف الحرب في قطاع غزة باعتبار أن ما يحدث الآن لا يمكن أن يحتمل كم تحتاج الإدارة الأمريكية وإسرائيل حتى توقف هذه الحرب الدموية العشوائية التي تسقط كل الضحايا إسرائيل ارتكبت كل أنواع الجرائم في قطاع غزة ولم تتوقف حتى هذه اللحظة ومع ذلك تريد أن تقدم على عملية في ظن وتقديري أنها ستكون الطامة القبرى على العالم أجمع الذي فقد الضمير الإنساني باعتبار أننا نتحدث عن 32 ألف شهيد من أخواتنا الفلسطينيين ومع ذلك يريد الكيان المحتل أن يقدم على اجتياح مدينة رفح المقتصة أساسا بالسكان بأقصر من مليون وربعمائة ألف وبالتالي هذه ستمثل خسارة كبيرة جدا سواء للإنسانية سواء أيضا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لأن الدولة المصرية حذرت مرارا وتقرارا ويعلم بايدا علم اليقين الإدارة الأمريكية تحديدا تعلم أن الدولة المصرية لن تقف مكتوفة الأيدي في حالة إقدام إسرائيل على هذا الاجتياح الخطير الذي يمثل تهديد خطير للأمن القومي المصري وهذا ما ظهر من التصريحات الرئيس المصري بشكل واضح سواء فيه لقاء رئيس وزراء هولندا سواء أيضا فيه ما يخص القمة المصرية الأوروبية سواء فيه الكثير من اللقاءات الثنائية وهذا ليست تصريحات ولكن تحذير واضح من أن اجتياح رفح سيمثل تهديد خطير وانتكاسة حقيقية ستؤدي قولا واحدا إلى إشعال المنطقة باعتبار أن هذه البقعة الممتدة داخل قطاع غزة وبالأخص في مدينة رفحة الفلسطينية المقتزة هنا فقط نوه بهذا العاجل دكتور حامد وفق مراسلتنا عن مكتب نتنياهو وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس مجلس الأمن القومي يتوجهان للولايات المتحدة لبحث قضية رفح وهنا النقطة الفاصلة في المشهد يا أستاذة كوسر في ظن وتقديري أن الإدارة الأمريكية تعلم أن إقدام نتنياهو على اجتياح مدينة رفح سيؤدي إلى حرب إقليمية شاملة سيؤدي إلى ما لا يحمد عقباه سيؤدي إلى تهديد أمن إسرائيل يعلم إدارة بايدن أن الخطر الأكبر على المنطقة الآن هو وجود نتنياهو في السلطة وخطر ليس على المنطقة فقط ولكن خطر على أمن إسرائيل نتنياهو أصبح هو العقبة الرئيسية في عدم صناعة السلام في منطقة الشرق الأوسط وهو ما أدرقه متأخر الرئيس بايدن الذي بدأ يخرج بتصريحات قوية وحتى لأول مرة تصريحات من زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ الأمريكي وهو يهودي يعني الديانة وأكد بشكل واضح على أنه لا بد أن يتم إجراء انتخابات جديدة مبكرة وأن يخرج نتنياهو الذي أصبح عبءا ثقيلا على الدولة اليهودية وأصبح عبءا ثقيلا على إسرائيل وأن وجوده في السلطة سيمثل انتكاسة لعملية وجود إسرائيل في المنطقة وهو ما تدركه الإدارة الأمريكية وبالتالي تدخل الإدارة الأمريكية الآن ليس لمصلحة الفلسطينيين أولا ولكن لمصلحة دولة الاحتلال الإسرائيلي لأن أقدام نتنياهو على هذه العملية سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل في نفس الوقت وهو أيضا ما يتم تدوله في الإعلام العبري بأنه ضرورة وجود لا خطة لليوم الثاني من اجتياح رفح هو يعني يعرض الإسرائيل للخطر طبعا يعرضها وبكل قوة نحن بنتحدث عن أن إسرائيل لديها بخطة واضح من عملية اجتياح رفح يعني الجميع يعلم أن الأهداف المعلنة لبنك دولة الاحتلال الإسرائيلي هو اجتياح رفح للقضاء على المقاومة أو عناصر المقاومة أو العمل على الإفراج عن المحتجزين ولكن الهدف الرئيسي من هذا الاجتياح هو محاولة إطالة أمد المعرقة المقطع الأخرى الجوهرية والتي لن تسمح بها الدولة المصرية هو أن نتنياهو يريد إلغاء معبر رفح من الأساس ونقله إلى المنطقة الحدودية بجوار معبر قرم أبو سالم حتى يضيق الخناق على غزة من الأربع اتجاهات هو يسيطر على قطاع غزة من ثلاث اتجاهات ويريد أن يسيطر عليها من الاتجاه الرابع وبالتالي يستغل سلاح المساعدات الإجاسية والإنسانية لتضيق الخناق والعمل وبكل قوة على نصف القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين سواء بالتهجير القصري أو بالتهجير الطوعي وهو ما لم تسمح به الدولة المصرية وأكد على ذلك أن القاهرة أكدت مرارا وتقرارا على أن الحدود المصرية هي غير مستباحة وهي خطوط حمراء وبالتالي هذه الزيارة تصب في مصلحة خفض التصعيد لأننا لابد أن نربطها أيضا يا أستاذ قوسر بالزيارة المهمة التي سيقوم بها أنتوني بلينكين وهي الزيارة السادسة للمنطقة وسيقوم بزيارة مصر والسعودية للعمل على إرساء قواعد في عملية الاختياح البري لرفح والعمل على وقف هذه العملية من الأساس تمام يعني ترجمة نانسي قنقر